في عام 65 تسعمائة والف لما تخرجت فاطمة شلحاوي من مدرسة الممرضات في الرباط كانت شابة في ربيعها الثامن عشر كانت عينها الاول في دارشاوي بين تانجا وتتوان كانت الممرضة الوحيدة في المستوصف القروي لدارشاوي وبالرغم من انها تلقت تكوينا معمقا في الترويض الطبي فقد كان عليها ان تتعامل مع كل الامراض والحالات التي يستقبلها المستوصف اكترت فاطمة غرفة في منزل احدى الاسر وبسرعة تمكنت من الاندماج في محيطها الجديد وصارت عائلات كثيرة تعتبرها من افرادها اذ ارتبطت بعلاقات مواطيدة مع النساء خاصة كنا تجدنا فيها خير من يساعدهن على مواجهة مشاكل واعراض تخص النساء اذ كنا تستحيين من قبل ان تعرضن تلك المشاكل على الرجال من الاطباء لم يكن ذلك ليعني البتة انها كانت تتبنى موقفا عدائيا من الرجال فقد كانت تعتبرهم بمثابة الاباء والاخوة وما لبث تفاني الممرضة فاطمة في عملها ان تجلى تحسنا واضحا في الخدمات التي يقدمها المستوصف القروي لدرشاوي لسكان القرية وقد انبهر لذلك المندوب الجهوي لوزارة الصحة عندما زار المستوصف ودفعه اعجابه بما تقوم به فاطمة الى اتخاذ قرار بنقلها الى المستشفى الاقليمي في تطوان مبررا ذلك القرار بالحاجة هناك الى ممرضة متخصصة في الترويذ الطبي وبقدر ما يتيح القرار اعتباره تتويجا للجهد الذي قامت به فاطمة بقدر ما اعتبره سكان درشاوي خسارة لهم لم يكن امام الممرضة فاطمة الى الامتثال التحقت بالمستشفى الاقليمي لتطوان كان من الامتيازات التي حصلت عليها انها صار تتوفر على سكن وظيفي داخل المستشفى هو غرفة مؤثفة في الحقيقة ساعدها ذلك على توفير بعض المال لارساله الى والدها لمساعدته مضت فاطمة الشلحاوي على النهج الذي كانت عليه في التعامل مع الناس حينما كانت تعمل في درشاوي واشتهرت في تطوان بالممرضة الرباطية وصارت محبوبة لدى الناس وكان اغلب زبنائها من الشبان الذين يتعاطون لرياضة كرة القدم اذ كانوا كثيرا ما يحتاجون الى خدماتها بعد اصابتهم بكسور او التواءات او ما شبه ذلك كان في جملة من استقبلتهم في مصحة الترويذ الطبي بالمستشفى الاقليمي بتطوان لاعب كرة القدم المعروف عبدالله البوعامري وكان في تلك الفترة نجم المرموقا عائدا من احد الاندية الاندلوسية في اسبانيا كان البوعامري قد تعرض لكسر في ركبته تطلب وضع الجبيرة لفترة دامت عدة اسابيع وبعد ان ازحت الجبيرة كان عليه ان يخضع للترويذ الطبي وبذلك صار من زبناء فاطمة لم يكن الترويذ يعني سماح للعب البوعامري باستئناف اللاعب ومع ذلك في يوم صيفي بينما كان على شاطئ مرتيل لم يستطع المقاومة اغرته مقابلة على رمل الشاطئ ادى الجهد الذي بذله الى تواعك على مستوى الركبة في تلك الفترة بينما تقاربت وطيرة حسس الترويذ نشأت بين اللاعب النجم والممردة الشابة فاطمة الشلحاوي علاقة عاطفية ما لبثت ان توجت بخطوبة تلاها بعد فترة زواج بالرغم من التحسن الذي عرفه الوضع الصحي للعب البوعامري فان مدرب الفرقة التي يلعب لها لم يعد يعتمد عليها كما كان الحال فيما مضى صار الاسبوع بعد الاسبوع يلزمه كرسي الاحتياط كانت نفسيته تتأزم كل مرة اكثر وكانت زوجته فاطمة حاملا بنهاية الموسم استغنى عنه الفريق انغمس اللاعب في شرب الخمر وادى ذلك الى ضائقة مالية شديدة لأسرته كما انه صار ليفوت صغيرة ولا كبيرة ليثور ويصرخ لم يكن سلوكه يختلف كثيرا وهو في شارع نبثه رفاق الكرة ولم يعد له من رفاق الا بين المدمنين الخمر بعدما وضعت فاطمة حملها وكانت انثى سمتها حنان صارت تضطر للعمل ايام عطلتها الاسبوعية وكل اوقات الفراغ في مصحة للخواص غايتها توفير ما يساعدها على متطلبات الحياة هي لم تعود وحيدة الان لقد صارت اما وهي زوجة لرجل مفلس وبالرغم من ان مسيري الفريق ساعدوه في الحصول على وظيفة معلم للرياضة وعلى اقتناء بقعة ارضية شيدت عليها فاطمة بمجهودها منزلا متواضعا فان صاحبنا لم يكن يقيم وزنا للذي يجري من حوله ومضى يغرق كل يوم اكثر في الادمان على الخمر وبائعات الهوى في تلك الاجواء المتوترة ابدا كبرت حنان كان صراخ الاب السكير ايقاعا لكل ليالي كان الرعب يتملكها كل يوم اكثر صار والدها رجلا مرعبا ومخيفا لما كبرت وبلغت في الدراسة مستوى شهادة الدروس الثانوية كانت تستدعي من حين لاخر زميلات لها في الدراسة لانجاز تمارين او مراجعة الدروس وكم كان رعبها يكبر كلما رأت والدها في سكره يحاول التحرش بزميلاتها لم تكن حنان تظن انه سيتحرش بها يوما ما كانت تقول انها في كل الاحوال ابنته وفلذة كبذه ولكن الذي لم تتوقعه حدث ذات مساء بينما كانت والدتها في العمل حاول الهجوم عليها لاغتصابها تمكنت من الافلات منها والتجأت الى غرفتها واقفلت الباب باحكام منذ تلك الليلة صارت تتفادى تكررت محاولاته وكثيرا ما تدخل الجيران لانقاذها ذات يوم لجأت امها الى الشرطة حيث تقدمت بشكوى في الموضوع تم اعتقال البوعامري ظل رهن الاعتقال الاحتياطي شهرا كاملا ولما قابل زوجته وابنته حنان في مكتب وكيل الملك بدى خائر القوى بدى وقد ندم على ما فعل رقت فاطمة لحاله واشفقت عليه ابنته حنان وسحبت زوجته الشكوى التي رفعتها ضده واشترطت ان يخضع لعلاج يخلصه من اذمان الخمر لما وافق اخلي سبيله في الاسابيع التي تلت بدى وقد التزم بما وافق عليه وما لبث ان غادر مركز العلاج واستعاد وظيفته كمعلم للرياضة الاشهر التي تلت كانت فترة سعادة وهناء بنسبة لفاطمة وابنتها ولكن البوعامري بذرائع مختلفة عاود معاقرة الخمر بدأ بكأس في مناسبة واخر في مناسبة اخرى وصار يحدث المناسبات الى ان صار كما كان مذمنا على الخمر عاود الرعب حنان اذ صار والدها يتحرش بها كما كان يفعل من قبل ذات ليلة عاد البوعامري سكرانا ثاملا كان كدأبه يلعن ويشتم ويصرخ كان الجيران قد تعود على عربدات البوعامري وكانت فاطمة ليلتها في ديمومة بالمستشفى لما دخل قصد الى غرفة حنان كان يحاول فتح الباب حاول كسره وكانت هي تستغيث من الداخل ذهب البوعامري الى المطبخ واحضر سكينا كبيرا وتمكن من ان يفتح الباب كانت حنان في زاوية مظلمة من الغرفة وقد تكومت ارتمى عليها وهو يهددها بالسكين لما سقطت على الفراش القى بالسكين من يده لم يكن يتراجع كان مصمما على اقتصابها امسكت الشابة بالمدية وصوبت اليه ضربة بكل ما اوتيت من قوة نفذ السكين من الظهر الى داخل صدره بعد صرخة قوية لم يعد يتحرك تخلصت من ثقل جسمه وظل هو ملقا على بطنه فوق الفراش كانت ترتجف عادت الى الزاوية المظلمة لما كانت تستغيث كان احد الجيران قد بادر الى الاتصال بامها غادرت فاطمة مقر عملها مسرعة لما حلت بالمنزل وجدت باب غرفة حنان مفتوحا ولكن الغرفة كانت مظلمة ويأتي من عمقها نحيب دخلت انارت الغرفة كانت حنان متكومة في الزاوية وعلى الفراش كان البعمري ملقا على بطنه وقد انغرس السكين في ظهره اقتربت منه فاطمة جسد نبضه كان ميتا هكذا وجدت فاطمة نفسها امام عملية قتل القتيل فيها زوجها البعمري والقاتل ابنتها حنان فكرت فاطمة في التضحية بنفسها حتى تستطيع ابنتها الوحيدة اكمال مشوارها مع الدراسة ومع الحياة بعد ان هدأتها اقنعتها بانها ستعترف بانها التي قتلتها لما ايقنت ان الشابة ستسايلها في خطتها مسحت اثار بصمات ابنتها من على السكين وحرست على ان تترك على قبضته بصماتها هي بعد ذلك اتصلت بالشرطة لما حضر رجال الامن والوكيل العام للملك نقلت جثة البعمري الى المستودع البلد للاموات بينما اقتيدت فاطمة وابنتها الى المفواضية هناك حركت المرأتان الوقائع وفق ما اتفقتا عليه وكانت فاطمة قد توقفت مطولا عند سلوك البعمري ومحاولاته المتكررة لاغتصاب ابنته الوحيدة في المشرحة خلص الطبيب الشرعي الى ان البعمري لما مات كان في حالة سكر بي وان موته نتج عن طعنة في الظهر استعملت فيها مدية من الحجم الكبير نفذت الى قلبه كان على الطبيب الشرعي ان يجيب عن سؤال اخر سؤال يتعلق بما اذا توفرت علامات على ان القتيل كان يهم باغتصاب ابنته كان الرد ايجابيا تم اخضاع حنان للفحص ورسدت على جسمها اثار عنف وكانت ملابسها الممزقة دليلا اخر على تعرضها لمحاولة اغتصاب كانت فاطمة تدفع بانها انما سعت الى الدفاع عن فلذة كبدها ولم يكن امامها من سبيل الا استعمال السكين في صياغة محضر الاستماع لفاطمة وابنتها حنان استحضر العميد الذي تابع الملف سوابق الهالك وخلص الى ان ما صرحت به فاطمة الشلحاوي وابنتها حنان يظهر احتمال وقوع محاولة اغتصاب سجل العميد ذاك التوافق والانسجام في تصريح المرأتين ولكنه تحاشت تشدد معهما لما احيلت على الوكيل العام خلص من استجوابهما ومن خلال ما تضمنه محضر الشرطة الى توفر ما يثبت وجود حالة دفاع مشروع على النفس طبقا للفصل السادس والعشرين بعد المئة من القانون الجنائي فامر بحفظ الملف بعد اخلاء سبيل فاطمة وابنتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر